اشتركوا في القناة 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 ان الشبكي كويس السياجي كويس ما طلعوا البقرات برا لانه اي حالة دمج او خراب للسياج البقر كله بطلع برا طبعا اعكدت لكم البقر يا حرام زعلان كان مني شوية بحكي لعامة ليش دخلت علينا في الاكل حاكدت لهم مسامحوني عشان الطرق كانت مسكرة فتفهموا الوضع الحمد لله وانبسطوا مني وسلموا علي وانو مغادر الان شفت البقر هاي لحالة شفين بقر هاي لحالة فعادر بطل بقر الحالة في عندها مشكلة اما بخلفة اما بدا تخلف فا انا اصطلع انتها ترى بصورة دقيبة شايفين صورة هاي شباب هاي الكيوتي زي السعلة شايفينه كيف هاي كيوتي شايفينه كيف عدته فالبقرة اول ما تخلف كبان بتدير بالها على ولادها شايفينه كيف هاي الكيوتي شايفينه فكان الكيوتي عندي سعلة زي جيب فبيجي يما تكون المرة هيك او الام مخالفة بحاول ان يستغل المضر حاضر امي وقت اولادها وانا بتاعلي هون تحاولي ما تخلي حاجيش عند اولادها وانا بيعرفوني يعني هذا بقربات حاجيش من قلبي فالعينها يشكلها الان خلفها وانا بتاعلي 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 احطت لها شوية اكل عشان تقو تقدر تربع اولادها ان شاء ما على خير طبعا ما تكون هاي البقر موعيته بخاف شوي باب يعني وشرس فبتقول خايفة على اولادها فبينها هسا الان هايو الان قامل الان يعني شكلها الان خلفت لله الحمد هيك عبتل حاج فيه بعدها واختلك هاي شوية وكفة انسان يلفت متعلم ازاو 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 وكفة انسان انسان الحلال بس بده متابعة يا شباب بده متابعة لا خلفتها ياها الله تركفت الامة احن الام سبحان الله الله يحفظ لك الواحد وامة ان شاء الله يا رب ويرحم اي اماتك اللهم امين يومين ثلاثة اني بصير تخبيه وتقوح توكل وترجع على ابلها عشان الحيوانات ما يدايقوها المهم يا شباب استدعوكم الله السرعة منها هذه اليوم اللعب عملتها لحنين و اروه يلا سمشي مقناس تركع الله متعة صراحة اليوم الجو تليجي ما شاء الله صراحة اليوم شو تعملت هاي الطريقة عشان متزلج وكتبت معي متزلج فضيع جدا فبدي أقدم ثلاث أدخل على الأولوبيات إن شاء الله شستوية تبعت موسكو يعني عندين أنا اتشرفت أني فضيع جدا فبالاس رسحب رسحب بك يا الله بسم الله موسيقى موسيقى قريبا هذا هو آخر يوم الثالث في الثلج هاي فعاليات ولادي بنات الصغار بنت حنين واروة شو عملو هاي من عادات الامريكان قال بعملو سنو مان بعملو هيك وقالوا بحطوه يعني عندها بالدار حاطينه وعندها بالمزرعة بس حلو صراحة طالعة طالعة حلو مش شاب بنتعاملينها ونبسينها لبس بنات بس حلوة يا الله حتى نحن فعالجير لشو عملو